اشتركوا في القناة وممكن ممكن جدا حتى يعني يبقى هذا الامر لأيام حتى ترتفع الحرارة الاو هو رمي النحل ليرقات العاملات او قتل الضكور ورميها خارج الخالية اذا احنا تعودنا ان رمي النحل ليرقات يكون وقت العسل يعني وقت فرز العسل مع نهاية الصيف لكن امر مثلا يحدث في الاشهر الاولى من فصل الرابيع يعني حتى لم نصل بعد لمنتصف الرابيع فهذا امر غير منطقي لماذا؟ لانه قلنا ان النحل يقتل الضكور ويرميها في الصيف لان النحل يجمع المخزون العسل ويبدأ يفكر في انه يفكر في الطريقة للحفاظ عليه ونعرف ان الضكور تستهلك الكثير من العسل في الصيف فيقوم النحل بقتل الضكور ويرميها لكن الامر يحدث الان كما ذكرت منذ حين فهذا امر يعني واضح جدا ان السبب ليس كثرة الرحيق بالعكس نقص فادح في الرحيق خاصة الايام السابقة الان مع نزول الامطار ما شاء الله احنا نقوله الحمد لله غيث كبير تتغير الامور فالامر هذا الذي كان يحدث قتل الضكور ورمي اليرقات من طرف خلايا فهو راجع للجفاف ونقص المخزون في الخلايا خاصة خاصة الخلايا التي بعسلت يعني في الاول كان النحل يغذي الخلايا يغذي الخلايا في سناديق تربية هكذا بعد وضعه للعاسلة يتوقف عن التغذية فالنحل يتوسع بشكل كبير جدا في الحضنة ويلتهم العسل وممكن حتى يعني في بعض الاحيان تجد ولا قطرة في الخلية فهذا راجع ليستهلك النحل للعسل ونعرف ان الحضنة المفتوحة اليرقات تستهلك كمية كبيرة من العسل في الخلية لذلك فالنحل لكي يعني يحدث توازن توازن ما بين الحضنة والمخزون يقوم بقتل الضكور وكذلك رمي اليرقات خارج الخلايا وممكن حتى في الايام القادمة حتى بعد نزول الامطار ممكن يشاهد هذه الحالة او هذا السلوك بالنحل لكن امر عادي جدا مع ارتفاع الحرارة ومع الغيث الكبير الذي كان للاسبوع هذا السابق يعني مدة عشرة ايام غيث كبير ما شاء الله في اغلب المناطق في الجزيرة ستتغير المعادلة ويتغير كل شيء يعني يبدأ النحل مع ارتفاع الحرارة تبدأ الازهار في فرز فرز الرحيق ويبدأ النحل في النشاط من جديد ويبدأ في التطور من جديد حتى المناطق التي يعني توقف توقف فيها النحل عن بناء الشمع سيعود ان شاء الله سيعود للبناء مجددا يعني سيعود النحل في بناء الشمع وكذلك في التطور وبإذن الله اذا ارتفعت الحرارة عن الايام المقبلة خاصة الاسبوع القادم اذا ارتفعت مثلا اربعة وعشرون خمسة وعشرون ستة وعشرون فما فوق يبدأ تدفق الرحيق من الازهار من هذا الجانب لا خوف على النحل سيتطور مجددا ويبدأ بجمع الرحيق من جديد فقط يجب على النحل الاهتمام بالخلايا التي ليس لها او بدون عاسلات يهتم بالتقسيم بتغذية تقديم الشمع والان في هذه الفترة مع الغيث هذا اللي كان ما شاء الله يبدأ العمل حقيقي حتى انه مثل مناطق ساحلية ولا صحراوية كان النحل تراجع قليلا الان سيرجع بقوة وكذلك حذاري من التطريد الطبيعي لان الخلايا الان تبدأ بالتوسع مع ارتفاع الدرج حرارة مستقبلا او في الايام القادمة يبدأ التطريد بقوة يبدأ النحل يقوم بالتطريد لان فيما سبق كان هناك بطء في تطور خلايا وحتى الخلايا التي تطورت واصبحت بعاسلة وعاسلتين تراجعت قليلا لكن مع الامطار ومع تحسن الجو ان شاء الله سنلاحظ ان هناك تغير كبير للنحل وكأننا دخلنا الربيع من جديد اذا هذا بالنسبة لي امر رمي اليرقات ورمي اليرقات رمي اليرقات ورمي الظكور وقتل الظكور ورميها خارج الخلايا هذا يجب على السؤال هذا بالنسبة للاخوة الذين سألوني في القناة وفي الصفحة عن السبب واضح نقص المخزون في الخلايا وكذلك انعدام الرحيق في الطبيعة عكس حبوب لقاح حبوب لقاح ستكون بقوة ايام هذه ستكون بقوة ان شاء الله حتى الشهر القادم حتى الشهر القادم ثم ندخل موسم الفيض موسم الفيض او تدفق العسل يكون له علاقة بدرجات الحرارة اذا ارتفع درج حرارة مع الامطار هذه سيكون خير كبير اذا بقى التغيرات ممكن يتأخر النحل يتأخر يعني في جمع العسل لا يتأخر لكن الخلايا تبقى متطورة وحتى في الصيف وتبقى متطورة بشكل رهيب الله يبرك ما شاء الله اللهم دائما غيث النافي على الظار تحية للجميع وإلى اللقاء